كانت العلاقات المصرية التونسية هي لها نصيب الأسد في الدبلوماسية المصرية رئيس الحكومة التونسية موجود في القاهرة التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي ودارت مناقشات بعث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحياته إلى الرئيس التونسي باج السبسي قائد باج السبسي أنا أطلق بط فيهم من ثلاثة بس هم ثلاثة قائد باج سبسي احسبوها باج قائد سبسي ماشي الباجي قائد سبسي تمام وانتقل بعد ذلك رئيس الحكومة التونسية إلى مقر رئاسة الوزراء وعقد مع النظير المصري المهندس شريف اسماعيل جلسة مباحثات مشتركة في إطار اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية وتم توقيع عشر اتفاقيات تعاون عشر اتفاقيات تعاون عشر بسم الله ما شاء الله والاتفاقيات توقع قدامك وهو وزير النقل المهندس دكتوري شام عرفات مع نظيره التونسي واتفاقات اخرى في مجالات كثيرة تخص الاقتصاد والاستثمار والنقل والخدمات والصحة وما الى ذلك